الوقت يمر بسرعة خصوصا عند ممارسة الألعاب أو المرح مع الأصدقاء فحو أنهرب من قنبلة موقوطة كيف وردت نفسي في هذا؟ وكيف سأخرج من هذه الورطة؟ اشتركوا في القناة ليو أنا أجهل تماما حركات الأفلام من الأفضل أن أتدرب قليلا المعلم سبلينتر يقول الشكل والشرف أساس الجمال لصنع القوة الحقيقية أوه لقد أجهدت نفسك يا أخي عليك أن ترتاح قليلا ما رأيك الآن بلعبة القائد؟ ومنذ متى أصبحت قائدا يا راف؟ منذ هذه اللحظة ليس لفترة طويلة اشترك في القناة اشترك في القناة أنت سلحفات ودود وأنا أراك كترزان في الغابة في هذه الحالة أنت تشبه جين أو شيتا أحدهم يعقد صفقة البضاعة مات لديك المال ستجده هنا هاي هل ستقوم بعده؟ ليس لدينا وقت المبلغ ليس كاملا أجل تحصل على الباقي بعد خروجي بالبضاعة لن تخرج بالبضاعة فوت نينجا أبيض هذه الحشرة؟ ماذا تبيضني أنا؟ حسنا أنا من سيبيضك أولا هيا اقض عليه الفلحات توقف إلى أين ستذهب؟ يبدو لي أنهم عصابة أشرار ولكن هذا لا يصح أبدا يصح أم لا؟ فهذا ليس شأننا أبدا لست متأكدا من ذلك الشرطة مكانكم ارموا أسلحتكم بسرعة رأيت؟ لقد أتى الطيبون إنها نهاية سعيدة لا أدري يا راف أنا لا أدري نعم حصل ما نخشاه علي مكاري المعلومات تفيد بنهاية شريندر عدة فرقاء يتقتلون المدينة في حالة حرب حسناً هيا يا شباب لقد حان وقت الفوضى لذلك تزودوا بالوقود أنا قادمة عدد ضحايا موجة العصابات يزداد إن العنف المتزايد فاشل حضر التجوال في تخفيف حدة العنف مشاهدين الكرام عدد كبير من الضحايا البريئة نقل إلى المستشفى بسبب العصابة خلال أعمال العنف موجة العصابات فيكتوريا عدم رغبتك في الاعتراف بالحقيقة لن يغير رأيي في المسألة بل لقد أصبح لدي قناعة تامة لا شك في أنها حرب واسعة بين عصابات تتقاتل بهدف السيطرة على المدينة اسمعني جيداً آيفين أنت تفكر بطريقة مذهلة جداً إنها مجرد مناوشات بسيطة تدور بين عصابات صغيرة بكلامك هذا وأرائك السخيفة برهنت لي من جديد أنك أكبر فاشل أنت في ورطة بني؟ أنا مرتبك معلم سبلينتر تمنيت أن تتغير الأمور بعد القضاء على شريدر أقصد إلى الأفضل طبعاً ولكن يبدو أن الأمور تزداد سوءاً لما أنت مهتم هكذا؟ لم نقصر اتجاه المدينة حقاً؟ حقاً فعلنا؟ راف ألا ترى ما يحصل في المدينة؟ هناك حرب ألا تشعر؟ ألا تشعر بالقليل من المسئولية تجاهها؟ لا هذا ليس شأننا على الإطلاق بل هذا شأننا نحن لم نقصد الإساء يا أصدقاء لكننا أسأنا لا تسألني كيف لكننا لكننا أخطأنا كثيراً أظن أنني فهمت قصده لا نريد رأيك معك ليوناردو مشاكل هذا العالم كثيرة ولا يمكنك أن تحمل هموم الكون وحدك وإلا سوف تهلك حتماً أنا أصبحت لا أفهمك معلمي بدأنا عملاً طيباً فانقلب شراً ولكن في الحقيقة نحن بدأنا فكيف نستطيع التراجع؟ لا أرغب في مناقشة الأمر ليوناردو أصغي إلى كلامي جيداً من الخطر التورط في هذه الحرب إنها حرب شوارع هل تفهم معنى ذلك؟ أنصحك بأن لا تتدخل في هذا بولي آسف يا معلم سبلينتر لا يمكنني أن لا أفعل شيئاً مستحيل ليوناردو ليوناردو أحمق إنه حق العنيد عائلة كبيرة وسعيدة لا أفهم كيف يفكر المعلم سبلينتر لا أتدخل؟ أناس بريئون يتأذون بسببنا بل بسببي أنا ليتني أعرف ماذا أستطيع أن أفعل في هذه الظروف حسناً أظنني سأعرف في وقت قريب موسيقى الفوت مينجا؟ ماذا يفعلون هناك؟ لعلّه شيء مهم موسيقى موسيقى هيا سأخرجك من هنا ماذا يحدث؟ من أنت؟ والآن بهدوء هيا رائع حسنان دوني هو الخبير بهذا الشأن ما أصعب تفكيق القنابل أرايتم الأمر بسيط اشترك في القناة اشترك في القناة انتهت المهمة هذه المدينة لا تتسع لك إلينا أنا النينجا فوت مواجهة مستحيلة أخبرني هل أنت بخير مايكي؟ إني أتصور ما يجري بين أفراد العصابات وهم يتنزعون هؤلاء جماعة الفوت نينجا المدينة كلها تحت سيطرتهم ولكن مع رحيل شريدر الشرير طمع الجميع بالمنطقة علمت من الأخبار أن التنانين الحمراء سيطرت على قسم من المنطقة وهكذا أصبحت المنطقة بيد الفوت نينجا العصابات والتنانين الحمراء هذه فوضى أريد أن أشكرك على كل هذا الشرح المختصر والمهم يا مايكي السؤال الآن هل ستقبل العصابات بالحلول في المركز الثالث؟ هذه إهانة كبيرة التنانين والفوت يتقاسمون المدينة أمام عيوننا ونحن لا نستطيع أن نفعل شيئا فلنتصرف ماذا نستطيع أن نفعل الآن؟ يجب أن نتصرف بسرعة موقف بدى حرجا للغاية هذا العمل يعد إجراما صدقنا كاف نحيبا زعيم المافيا تعهد أمام الجميع بأن نقضي عليهم جميعا إذا اتبعنا خطته القتالية بصراحة أنا لا أحب هذا الشخص ولكن يبدو أنه ليس أمامنا خيار آخر هالكلام واضح استعدوا للتحرك هذه الليلة سمسيطر على المدينة فهمت الآن هذا ما حصل للفوت مينجا بعد قضائنا على الشريدر أمر غير متوقع يبدو أنني وحدي ضدهم جميعا prohibited ما الذي تفعلونه هنا؟ نتأكد من أنك لن تتورط في مشاكل جديدة نحن الآن كفرسان بدون أحسنة هذا ليس مكاننا ليو فهذه ليست حربنا يبدو أنها حربنا الآن اشترك في القناة أجبني أيها النينجا ألم نتقابل قبلاً في معركة الشريندر تذكر جديداً حينها ضربتك على مايكي لا أنا بخير أنا بخير يستحسن ذلك لسنا وحدنا هنا مايكي وراف في الداخل فلنلحق بهما يهب أن نبقى معاً انظروا مهلاً لحظة هناك مجموعة كبيرة من العصابة تحيط بنا من كل جانب سوف أطبق لقطات الأفلام المفضلة لدي للأسف لقد فشلت تماماً أنت بحاجة إلى دروس طاقيا دوني الدرس الأول الدرس الثالث الدرس الثالث هكذا أنهيت الدروس أنا لا أريد التذمر ولكن يبدو أن هناك المزيد منهم حسناً هناك جيش كبير من النينجا هل سنتمكن منهم جميعاً؟ أجل ثق بي أعرف الفوت نينجا جيداً لن يجيد التعامل مع أسليبنا الجديدة أعرف الفوت نينجاً أعرف الفوت نينجاً هذا رائعاً بالفعل ليس رائعاً ليس رائعاً أعرف الفوت نينجاً أعرف الفوت نينجاً حان وقت الخطة باء أيها الرئيس أخشى أنه يفتقر إلى الباراعة لكنه الحل الوحيد إنه خيار سيء جدا يا رئيس خيار سيء تصور ذلك لعلك سعيد يا ليو آمل من كل قلبي أن يستحق هذا الأمر العناء إشترك في القناة المثل يقول خيرا تعمل شرا تلقى حسنا ظننا أننا فعلنا خيرا بتصفية شريدر ثم فعلنا ذلك مرة ثانية ثم ثالثة ألسيت شيئا؟ المشكلة هي أنه بسبب غياب شريدر جاءت عصابات المافيا الفوت والتنميل الحمراء للاستيلاء على المدينة إذن بذلك زدنا الأمر سوءا وحده ليو حمل نفسه تسهولية والأقل تأثرا كان أخي راح هذه ليست حربنا كان علينا التصرف فاقتفينا أثر الفوت إلى هذا المكان كنا على وشل التمكن منه لولا ظهور الرجل الآلي وأطلاقه النعن هذا جزاء عمل الخير لعلك سعيد بهذا ليو أتمنى من كل قلبي أن يستحق الأمر العناق فكرة جيدة يون هذه العارضة أنقذت حياتنا كما ترون في أبقرية ليو هذه ستقودنا حتما إلى مهما يا شباب لما لا نناقش هذا لاحقا؟ سأعود حتى الثلاثة واحد اثنان ثلاثة يا عم حسنا والآن يا إخوتي ماذا بشأن ذلك الألي الهائش؟ لدينا لاعب جديد في الملعب رائع هذا ما كان ينقصنا بعد حتى إذا أسقط بناء على رأسك فلم تقتنع لجد وعدم تدخل في أمور الغير لن أكن أعرف أنك جبان انتبه لكلامك أنا لست جبانا ثم إن هذه الحرب ليست حربنا أتعلم إنها حربنا الآن أيها المتهور؟ من المتهور؟ أسمع معكم في هذا المأذر شباب أوه صحيح أنت العاقل الوحيد بيننا الذي يحارب من أجل الكرامة شباب أقصد أنني أنا ماذا؟ نقاتل إلى جانب الفوت أرى أنه خطأ فادح سنهزم الآلي ثم ندمركم شبيعاً الآن ظهرتم على حقيقتكم أرشوكم ساعدوني ساعدوني انتظر ماذا تفعل؟ هناك أناس أبرياء علينا إخراجهم أقول لي مقاتل من مخيلتك إصابتك بالغة هيا بنا فلنخرج من هنا معلمك راي أحد رجالنا استعاد كاميرا المراقبة من المستودع الذي دمر هذا رائع حق أنتم أيها التنانين مع غياب شردر أمامنا فرصة كبيرة سنستولي على المدينة سوف نثبت للمافيا والنينجا وسنثبت للجميع أن التنانين الحمراء ليسوا زمرة متشردة وليسوا أغبية في الواقع ظننا أنك لن تعود إلى هنا اسمع لقد تغيرت الأحوال أنا المسؤول الآن لا تتصرف وكأنك صاحب المكان هنا لكني فعلا أملكه أيها التنانين كل شبر تحكمه من المدينة كل فرحة تعيشها كل ما تحصل عليه أيها البائس هو بفضل أنا وبفضل شردر وإحياء لذكره عاهدت نفسي بأن أدمركم وسوف أخي بهذا الوعد سوف نحكم هذه المدينة هل هناك أي اعتراض؟ هذا ما كنت أظنه إشترك في القناة تراجعوا سنتولى أمره يا شباب لحظة أعرف جيدا كيف نعطل هذا الآلي ينقصني الوصول إلى خطوط الطاقة إنسى الأمر أنا أعرف كيف أوقفه راف انتظر اسمعني أنت من عليه أن يسمع فأنت من وردتنا منذ البداية لا راف راف هل أنت بخير؟ أجل هذا ما أظنه أنت لا تستحق ذلك لقد آذيت نفسك بهذا التهور لا بأس لا بأس أنا أتحمل نتيجة خطأي التورط في تلك الحرب ليس خطأا أجل لقد كان عملا بطوليا شكرا لك ليوناردو الشوارع الآن أكثر أمنا بسببك ليو راف تترجى من الحافلة حالا مهما سيحصل بعد الآن لا أدين لك بشيء مايكي انظرا إلي بهذه الطريقة أحسنت معي يا صديقي حان دوري الآن هذا رائع جدا دمروا ملاحظ البعض لا يحب الأطراء الجميع لا يحبون الأطراء خذوا هذا هيا ساعدوا مايكي أنا متأكد من براعتكم في القتال هكذا سننال بالتأكيد من الفوت نينجا ومن أولئك الأغبياء طابان إنها صدفة سعيدة لقد عملت على إنجاز حسابهم ألو مرحبا ويزل هذا أنا سوف نربح هذه الحرب قلت سنربح يعني سنربح غطاء كبير صديق النينجا المفضل معلمة كراي لقد ظهر الذين تبحثين عنهم إذن هي بينا وبسرعة إنجاز رائع حقا أرجوك أنتبه جيدا كيسي هاتها ماذا؟ ألا تثقين بي؟ أنا أثق بك لا ليس كثيرا كيسي أنت تغطئين يا صغيرتي حقا لا أظن ذلك عزيزتي أيبرل أوه مايكل لما هذا التصرف الأحماق؟ هكذا يفعل النينجا والآن أخبرني ما الذي تفعله هنا؟ لا شيء أيبرل أهرب من جماعة النينجا أنا وأخي مشتركان في هذه الحرب وأنا كنت حرب؟ لا أفهم لما لم تدعواني إليها واو 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 إذن مايكل أنجلو لقد ركبت مسرعا إلى دكاني الجديد الذي أصلحته بعد أن دمرته وأحرقته جماعة النينجا المشاغبة لأن عصابة الفوت نينجا تطريبك الآن وتريد القضاء عليك؟ أجل أيبرل كنت راقدا و ما أغباني كيف أتيت إلى هنا؟ آسف أيبرل تعطل تفكيري سأهادر انتظر مايكل سوف آتي معك إبريل أتعيرينني سيارتك؟ لا أنا أمانع ذلك إذن سوف نبقى أنا ومايكي هنا هذه المفاتيح شكرا لك انتبه ولكن ما الذي يحصل هناك؟ أريد أن أعلم هذه المنطقة إدقل إلى السطحي طورا وستنشت بقوة كبيرة إسترقل إلى السطحي طورا وستنشت بقوة كبيرة إدوكي ترقل إلى السطحي طورا وستنشت بقوة كبيرة إسترقل فيلقاناتي اشتركوا في القناة ايها اقضوا عليهم ايها التنليل نثبت لهم النار يا شباب تطور الوضع بشكل خطير لنخرج من هنا حالا هل طلبتم سيارة اجرة هناك تحرك ما كايزي اوه انا سريعا في الهروب اطمئن ماذا يجري هناك؟ يبدو لي انكم صحقتم؟ هذه نكسة كبيرة لنا مع ذلك تلزمنا خطة انسحاب فورية من هؤلاء؟ ما هذا؟ يا لهذه الصجفة الغريبة ما الخطوة التالية؟ لن اخاطر بالعودة يا اصدقاء سنبقى هنا انا افضل هذا حتى نحدد الخطوة التالية الخطوة التالية؟ تعني بكلامك العودة ونسيانة هذا الامر؟ علينا ان نفعل شيئا ماذا تقصد؟ نصف الزيت على النار؟ سبق وقلت لكم ليست هذه الحرب حربنا تستطيعون الجلوس يا اصدقاء قد يطول الامر؟ حرب من هي اذا؟ الابرياء المحتجزين في الحريق؟ انقاذ المدينة صعب وستسوء الامور اذا حاولنا هل ننسى مبادئنا وكل شعاراتنا النبي لراف؟ اسمع دائما تحجر انفكا في ما لا يعنيك لم نلزمك بالمجيء ولست ملزما بالبقاء ادوكيتر اشترك في القناة انا احذرك من يحتاج اليك هنا؟ انت اذا طلبت مني سارحل منذ متى تطلب ابني؟ اتعلم انت على حق حظا سعيدا في مهمتكم حاول ان لا تتعب الشباب عليه موسيقى موسيقى يجب علينا ان نناقش بعض الامور العليقة انا ادعى كراي ومهمتي تطوير مقاتلي الفوت نينجا لقد عرفنا مهمتك ايتها السيدة ابتعد يا راف لا لن ابعد لقد سئمت من سيطرتكم علي وسئمت من تلقي الاوامر منك بالذات قلت لك ابتعد فورا يا راف موسيقى بها اتعلم بها موسيقى Produ Alcohol دعني أحاول يا صديقي أفرت جنونه هيا ربما لهذا النينجا نقطة ضاف ربما لا سأحاول مجددا فلبيأخذ كلهم مننا خصم الآخر يا مايكل لا فرق أبدا يبدو أن هناك فرق كبيرا يا أخي سأحاول والآن لقد جئت أبحث معكم في أمر هام جدا وسنبحثم مع أو من دون قائدكم الخيار لكم إدوكيتر غلطتنا لأننا هزمنا شريدر كما أنه يحملنا مسؤولية الأبرياء المحتجزين في الحريق وطبعا لم ينقصنا سوى ظهور هذه المتوحشة لتزيد الأمر سوءا ما يعجبني في ليو هو أنه عندما يقاتل يقاتل ببراعة قلت لكم ألقوا سلاحكم هاي راف ألم تسمع ما قالته لك السيدة يا صديقي؟ أنا لا أريد مساعدتك يا راف جيد يمكننا أن نتحدث الآن أوه تريدين التحدث ظمنتك تريدين ركلنا فقط صدقني لو أردت تدميركم لما كنتم على قيد الحياة حتى الآن حسنا فلنتحدث ولكن في البداية ارفعي رجلك قليلا عن صدري لا يا راف لا تفعل لقد أعطيتها كلمة شرف كلمة شرف؟ ولكنني أعرف جيدا ماذا أفعل الآن اهدأ يا راف فلنسمع ما تريد السيدة الجميلة قوله كما قلت لكم أنا أدعى كراي وأنا زعيمة الفوت مينجا في اليابان مهمتي أن أطور فرع جماعتنا في مدينة نيويورك ولكن عندما قمتم بقتل شريدر كان ذلك سببا في نشر الفوضى في المدينة لقد كان أملنا أن تدمر العصادات بعضها بعضا مثل الأفعى التي تقتل نفسها فتبقى المدينة تحت سيطرة جماعة الفوت لكننا فوجئنا بما حصل أنا الآن بحاجة إلى مساعدتكم وذلك كي يستعيد الفوت سيطرتهم لقد انتهى حديثنا ألم نتقاتل؟ أنت وقح فعلا لو كنت من أتباعي لضربتك في الحال حقا أنت فوت مينجا أنت تشبهين الشريدر تماما سيدتي نحن نريد مساعدتك ولكن بأي طريقة إنها حرب شريسة جدا وبالكاد نحمي أنفسنا صدقيني أجل أعلم ذلك ولكن لدي خطة لوقف تلك الحرب إذن ما الحاجة إلينا؟ أي خطة تحتاج إلى مجموعة تنفذها قرروا بسرعة حسنا ما رأيكم يا أصدقاء؟ أنا أقترح عليها أن تعود إلى اليابان إنها فكرة ممتازة نظراتها عقلها ثم إنها نينجا أخبرني ما الذي تعنيه بمجموعة؟ تعني أننا الخطة البديلة ولكن هناك حلقة مفقودة في هذه المعادلة آه عفوا ماذا سنستفيد نحن؟ ثلاثة أشياء أولا سوف تنقذون مدينة نيويورك من الخطر ثانيا سوف تحررون شوارعكم من التنانين وعصابات المافيا ثالثا إن جماعة الفوت سوف يقتلون من هزم معلمهم بطريقة وحشية وسوف يقتلونكم وأظنكم ستندمون إذا قاموا بقتل معلمكم سبينتر ولكن إذا سعتمونا فلن ننتقم لشريدر اسمعوا إنها فرصتنا الوحيدة المتاحة لتسوية الأمور يا أصدقاء قد نتعامل مع أي كان لأننا ملزمون بذلك رأيي أن نقبل هذا العرض السلاحف يقاتلون مع الفوت هذا يعتبر جنونا أنا لا أعلم لي هذا يكفي لن نصق مع لأن سفوت نينجا تيل راف اسمعني صحيح أن هذا الأمر صعب علينا جميعا الإصغاء إليك فقط هو ما أوصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن يجب استغلال هذه الفرصة أوه أخبرني هل هو أمر مشهرم؟ يمكنكم التعامل معهم إذا أردتم أنا لا أنا ذاهب ستأتي كايسي؟ في الحقيقة يا راف تعلمت أن لا أستسلم مهما حصل لذلك سأبقى هنا إنني أعتذر ماذا قلتم؟ لقد قبلنا التحالف معك ولكن بلا ألعيب بصراحة نحن لا نثق بالفوت وهذه مشكلة كبيرة ولكن لم يسبق أن احتاج الفوت إلى أحد والآن فلنبدأ لا وقت لدينا اسمعوا جيدا اشترك فيل قناتي ولكن كيف؟ هذا لا يهم أبدا اتبعني هذا معلمنا أنا حي أنا حي أنا حي للمرة الثانية لقد انتظرت لقد ظننت أن نهايتنا اقتربت أخيرا فلنعود إلى المعركة الآن أو أو كيف حالكم يا أولاد؟ آه هان لا تقلق سأقدم إليهم عرضا غريبا أيها السادة أو 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 لا شرادر لقد قضي علي قضي علي المعلم سأكلفك بعمل ما أيها تنانين اتبعوني إنهم يغادرون سوف نعيش سوف نعيش ويزل عاد شريدر يبدو أنه لا يحب البقاء في المشرحة سوف نسيطر على المدينة مهما كان فلنحاول معا أن نقضي على ذلك الحقير وإلى الآبات إذن ها لقد أكلوا الطعمة ولاحقوا بي سيصلون خلال دقائق أليست مفاجأة؟ إنها تقنية عالية جدا صوتك مشابه لشريدر إن صوت شريدر يسيبني بقش عريرة هناك شيء لا أفهمه كيف تخدمين شخصا شريرا مثل شريدر؟ أنتم لم تروا من شريدر سوى جانبه السيء لكني أعرف جانبه الآخر لقد وجدني شريدر في اليابان بعد أن هجرني والداي فأخذني إلى منزله قام بتدريبي وهكذا تعلمت فنانين جيتسو كنت أحترمه وكان يتطبي كان بالنسبة إلي أوروكو ساكي كان أكثر من معلم لي لقد أصبح والدي لقد كان قدره أن يعثر علي وكان قدري أن أخدمه أيضا كما هو قدركم أنتم أن تدمروه نحن جميعا خدم للقدر أنا لا أظن هذا المعلم سبلينتر يقول نحن نقرر مصيرنا حياتنا خاضعة لخياراتنا وصلوا سيدتي من الواضح أن خطتك ناجحة حتى الآن ولكن يجب توقع المفاجأة دائما لهذا نحن هنا أجل والآن هيا اختبئوا جميعا بسرعة كي نرى ما ينتظرون هيا 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 أغفروا أغفروا ترسون أفتعدوا أتعلمون إنها خطة نتلة فعلا ما الذي علينا فعله الآن؟ حسنا إذا نجحت هذه الخطة فلا شيء ستجعل الفوت يقضونها على العصابة ثم تجبرهم هم والتنانين على الانسحاب فتنتهي الحرب نعم هذا جيد وإذا لم تنجح خطتها عندئذ سوف نواجه الجميع قلت لكم سابقا إنها خطة نتلة فعلا الحرب في نهايتها سأسيطر مجددا على المدينة زيدي شردر هناك انتهيت لن نتخلى عنك زيدي أنا خادمك المطيع وكذلك التنانين الحمر جيد خلصوني من هذا الوباء هاي أنت تمهل ليس هكذا نريد أن نستولي على المدينة لأن نسلمها لشريدر خائن أيها الواقع شريدر هناك مثل جميل ولكنك لن تعيش لكي تزمع أيضا أيها التنانين أخرجوا لا هاني تهمنا أنفسنا فقط هيا هيا تهمنا لكي تزمع هذه يبدو لي أن خطتها ستنجح هاي شريدر كنت أنسى هذه هاتية من صديقك باكستر ستوغمان معلمي كراي لقد ضحيتي بمعلمنا وخلته أيضا لا فقط تلك علينا حان الآن مقت الخطة البديلة اشتركوا في القناة حسنا نحن قلة أسلحتنا غير كافية ومحاصرون ماذا نفعل الآن علينا الآن أن نطلب الراحة لأنفسنا وننتظر مصيرنا فقط جميل جدا لم تذكر ذلك فخطة أدوكيتر اشترك في القناة سيدتي يجب أن تهادر في الحال لا سوف أبقى هنا وحتى النهاية أنت تربية شريدر كراي لكنك لست مثله ماذا تعني؟ لديك كرامة هان أقضي عليهم جميعا ولن ننسى مساعدتك عند منعكم المدينة هذا الشرق الوحيد القيم الذي سمعته منذ بداية هذه الحرب ترجمة نانسى مساعدتك ترجمة نانسى مساعدتك أنت تربية شري HAWA ترجمة نانسى مساعدتك هاي شباب هذا أنا رائع هذا رائع ضمنك نسيت أمرنا حقا حسنا عندما هدأت فكأت الأمر وعرفت كم كنت غبيا انت فعلت كل ذلك بنفسك حسنا أنا تلقيت مساعدة أهلا وسهلا بكم يا أبناء لقد خشيت أن يفوس الأوان بصراحة نحن نسيطر على الوضع تقريبا قل لي هل تعرف هذا الخاتم أجل إنه ختم شريدر ختم الفوت إذن عليكم أن تطيعوا أوامري كلها لأني أمثل شريدر لن نفعل أبدا أنا لن أخدمك بطلقة أتبه عدني بالولاء لي هيا عدني حالا أنا أعيدك بذلك سيدتي تايسون برونتاي سين ماذا يجري ماذا فاتني شكرا أنا مدينة لكم جميعا سأفي بوعد الذي وعدت به سألغي الثائر لن يثأر الفوت منكم لأنكم دمرتم معلمهم أنت فعلا نزيعة كاراي أنا متأكد من ذلك لقد وقفتم إلى جانبي أنتم تتمتعون بالقوة والشجاعة لذا إذا التقينا من جديد آملوا أن لا نكون أعداء أبدا قدرنا يحكمنا للأسف يجب عدم الاستسلام ببساطة معلم سبلينتر أنا آسف كنت مضطرا لذلك و... لا بأس ليوناردو بني أحيانا علينا أن أتبع عواطفنا حتى لو عرضنا الآخرون فهمت؟ شكرا لك معلمي الجميع مستعدون معلمتي نحن تحت تصرفك هذا ممتاز يمكنكما أن تنصرفه إن الخطة على ما يرعم سيدي هذا جيد جسدي أصبح جاهزا وله منك يكاد أن يتعافى من كل أمراضه قريبا سوف أعود إلى طبيعتي قريبا سندمر السلاحف إشترك في القناة ما به من الناس هذه العيام أينما التقدت تجد زمرة رديئة من الناس يفعلون أمورا سيئة كهؤلاء الأشرار الذين يطاردوننا ما تردد للحظة في القضاء علينا لقد سرقوا مني شيئا في غاية الأهمية وقد استرددتم منهم بمساعدة سلاحف النينجا الفارق الوحيد الآن هو أنهم يودون قتلنا بأسلحة الليزر وإزاحتنا عن الطريق ولكن أسن الحظ أنا سائق ناهر إنها ليلة غير عادية في مصورة الهب فريق التبالة الزهبي استحفظ على القرص ويسروا هجمته الآن النتيجة هي التعادل الفريق الفائز سيحتفظ بجائزة القرص الزهبي عام كامل والذي يعتبر أهم شائزة في رياضة الزهبي آلها من ضربة قوية وها هو الآن يساقق ضربة فاشلة ليتذكر المتفرجون الاحتفاظ بأرقام التذاكر ثلاثة من سعداء الحظ في مباراة الليلة سيربحون واحدة من تلك الجوائز تقظمت محلات من المجنون أنا مجنون حقا لأهدي تلك الحدايا مذهب هذا رائع بريك المحاربين استحفظ على القرص لقد بدأوا بشني أشبتي من الآن سردد 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 ممتاز الهوكي برأيي هو أفضل رياضة عرفتها البشرية هذا صحيح ولكنها خاشنة هاي وهذا ما يجعلها رائعة أنت قلتها يا راف بالنسبة إلي هي لعبة لا مثيل لها هاتي أدك هاي والأهم من ذلك الهدايا هاي هاي ما لا يعجبني في اللعبة هي تلك الأقنع الصخيفة ماذا؟ انظروا إلي أترون؟ ألا نبدو مميزين أم ماذا؟ من يظن أننا مميزون فليقول بلى لا ها؟ والآن من يظن أن كيسي أبله بالكامل؟ نحن القرار كان بالإجماع كيسي أنت أبله نعم أنا الأبله الذي جاء لكم بهذه المقاعد إننا على مقربة من الحوز بالقرص الذهبي حتى إن أيدينا تكاد تلمسه القرص الذهبي صناعه رجل عجوز منذ زمن طويل مكتوب هنا أن القرص الذهبي صنع يدويا لفريدريك هنري وهو أمير هولندي من القرن السابع عشر كان يمارس مزيجا من رياضة هولندية قديمة تسمى كولفين كما قلت لك كان رجلا عجوزا منذ زمن طويل سفارة نهاية انطلقت والنتيجة خمسة إلى ثلاثة ويقوز فريق المحاربين شاهدوا العرض الذي يلي المباراة عرض يلي المباراة إنه لسقور المظلات انتبهوا جيدا هناك شيء غريب هنا يبدو أن بعض المشجعين يرفضون التخلي عن مقاعدهم اشترك فيل كاناتي هذا هو يا رجال أحضره إلى هنا على القول والآن فلنرحل من هنا لقد أخذنا ما جئنا من أجله يا شباب يا شباب ماذا حصل لا لقد سرق القرص الذهبي إنه مجرد قرص والمهم أننا بخير مجرد قرص مجرد قرص ليس مجرد قرص إنه رمز أصل القرص الذهبي يعود إلى بداية هوك الجليد وهو يرمز لمستقبل هذه الرياضة ماذا لا تفهم؟ ما قام به هؤلاء اللصوص أشبه بسرقة البيت الأبيض أو فطيرة تفاح على سبيل المثال ألديهم فطائر تفاح؟ يجب أن أوقفهم هل نساعد كيسي؟ ما أعرفه هو أن استعادة القرص الذهبي من اختصاص الشرطة نعم ولكنه قد يتأذى الأسوأ إذا أذى كيسي أحدا أين الفطيرة؟ لقد سمعت أحدا يقول فطيرة لا أصدق هذا دراجاتي السلجية سليمة تماما إلا دعو دراجاتي نفس حنطريب انت بالكيسي؟ شكرا ماركي فلنقبض على تلك العصابة فورا هناك من يتبعنا يا سليم يقتربون مننا ماذا نفعل يا سليم؟ اتبعني فقط هل تسمعك؟ هذه محطة الشارع رقم خمسين المحطة التالية ميدان تايمز ترجمة نانسي قنقر هل أنت بخير؟ إنه بخير يستحصن أن نتعد عن هنا لحظة واحدة أحد أفراد العصابة ما هذا؟ ما هذا؟ علبة كبريت إنها تقدم من فندق السييرا هاي انظروا لديم محطات خطوط مشانية داني أرى ركزوا قليلا لقد وجدتهم إنهم هناك زعيم العصابة شخصيا الطابق الثالث إنها الغرفة الخامسة لقد اختفوا لماذا لا نقضي عليها؟ علينا إيجاد القرص الذهبي أولا أجل كيسي إذا عرفوا أننا نطاردهم فقد تضيع فرصتنا لاسترداد القرص المسروق ولكن بما أنهم غادروا هذا المكان ليس هنا لا بد أنهم خبأوه في مكان آخر يجب علينا أن نتبعهم وحتما سيقودوننا إليه لا أصدق أنك أنا سيدة مفاتيح السيارة في الغرفة في رعبي لست أنا بو بفعل ذلك لم أفعل ذلك بل أنت لا بل أنت لم أفعل بلا 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 كانت م Galat ان كيسي في خطر يا لاوم مغفل تمسكوا مابي احضر المفاتيح والمطلب روبي لنرى من قديم لزيارتنا خدمة الغرف المزيد من المناشف لا نريد أي مناشف نتيني هذا أكانت تلك النافذة مفتوحة لا أعرف أضب ذلك أحضر المفاتيح كاينان حاليا الرجل الكبير سينصل في أي دقيقة حسنا هل أحضرتم ما طلبته منكم أيها الرجال؟ نعم سيد أربوست لكنه كلفنا أكثر مما توقعنا فاضطررنا إلى التخلص من مركباتنا لنحصل عليه أنتم تعرفونني جيدا أيها الرجال المال لا يهموني أرسلوا إلي الفاتورة وأضيف عليها مكافأة بسيطة لقيامكم بعمل جيد شكرا سيد أربوست هذا أخي روبي وأخي الآخر بوبي مقدمة شكركما لسيد أربوست شكرا سيد أربوست اسمعوا أنا متحمس لرؤية تعابير وجوه الآخرين حين أخبرهم بحصول على قرصهم الذهبي هذا وقد رفضوا أن يمنحوني إدارة فريق هوكي بحجة أن هيئة غير مناسبة لذلك خروج من السجن مؤخرا ليس أمرا له أهمية أريد فريق هوكي جيدا والآن حصلت على قرص ذهبي أفاوض به أليس كذلك أيها الرجال؟ ماذا هل نعتقلهم ونسترد القرص؟ نعم حان الوقت لاعتقالهم واسترداد القرص بل هذا الذي أرى كيسي خذ المفاتيح إلحقوا بهم فورا إلحقوا بهم حافظ على سلامة القرص يا مايكي إنه قديم جداً ليس القرص الذهبي ما يقلقني إلحقوا بهم 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 ليعرف أبهم كسار كساس كسار كساس القرص الذهبي بحوزتنا الآن لنسلمه للشرطة وننتهي من هذا الأمر مستحيل أولئك المجرمون ما زالوا طلقاء يجب أن نقبض عليهم ونعلمهم درسا جميل معك السيد أربوس أتسمعوني؟ أسمعك بوضوح نحتاج إلى سيارة جديدة نحن في مفتلق الشارعين رقم ثلاثة ومائة وثمانية وعشرين سنأتي حورا حسنا لدي فكرة هاي دوني ارجح حالا إلى هنا لقد وجدنا أخيرا القرص الذهبية المسروق وسوف نعيده إلى سونترال بارك وبهذه الطريقة ستأتي الشرطة وتجده حيث سورق لقد علم وسأنكذ الأمر حالا يبدو أنها فكرة رائعة سيد أربوس هؤلاء المغفلون يستعملون موجتنا اللاسلكية هذا أمر جيد أصبحنا نعرف الآن أين سيكون ذاك القرص استعدوا يا رجال سوف نستعد ذلك القرص الذهبي ذكرني لما تعتبرها فكرة رائعة لم تكن فكرة جيدة بل كانت فكرة كيسي إن نجحت خطة طه فسوف أكل حذائي نحن لا نرتدي أحذية أنت تعطني القرص الذهبية على الفور عليك أن تنتزعه من يدي أولا أيها الأحمق حسنا هكذا إذن يا رجال عليكم بالقضاء على هذا البطل المغوار فورا مهلا 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 أود أن أخبرك بشيء ما لدي أصدقاء هنا لقد قلت إن لدي أصدقاء هنا هل تعدى بما يكفي؟ هل من أحد يا أصدقائي؟ هذا أنا يبدو واضحا أنك رجل مجنون ومتهور لا أريد أن أضيع وقت ثمينة معك أنا أريد القرص الذهبية فقط وعادة أحصل على مراد دائما بل أظن أنك تريد أن أوسعك ضربا لأن هذا ما ستحصل عليه أطلق النار على الفور انتبه للقرص الذهبي أيها الأبلة إنه قديم جدا سليل نحن نتعرض لهجوم من قبل أشخاص يرتبون زي مفادع أعرف هذا هل نسيتما أننا في مدينة نيويورك؟ سليل أبقى بعيدا عن المتاعب سوف أعود حالا سليل سليل اشتركوا في القناة اما الان ايها الاحما فستتعلم كيف يكون الهوكي مهلا مهلا تمهل يا بني حتما يمكننا ان نتفق على شيء معين ربما على هذه رياضة الهوكي بالنسبة الي شكرا يا اصدقائي انقاذ القرص الذهبي عن لي الكثير لا عليك يا كايسي انظروا الى النتيجة النهائية سلاحف نينجا وكايسي جونز عشرة اهداف عصابة تكساس سفر جونز والسلاحف هم الافضل لم احصل على اي فطيرة اين كانت تلك الفطيرة اصلا اشترك في القناة 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 شكرا لدينا تشعر اشترك في القناة اشتركوا 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 في القناة one more point and I win اشتركوا في القناة 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 سيعRAP هل يوجد من قوارك؟ هم جعلونك؟ لابدت من العرب هيا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة